اشتركوا في القناة اشتركاتكم وحتى تعليقاتكم الطيبة التي اشكركم عليها كل الشكر ان شاء الله نائما اقول ابواب اختبارات خاصة في معى 20 مارس ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله كل تلاميذ سيقومون او سيجرون عفوا اختبارات اذا عليكم ان شاء الله بالاجتهاد والمثابرة وحفظ الدروس مسبقا يعني عدم وعدم تراكمها عليكم لكي لا يكون لكم يعني عبء او تعب او يعني نقص يعني في النتائج المقبلة ان شاء الله اذا لكم كل الشكر على مصابعتكم بصدخ كذلك اذا اليوم معنا نموذج او واجب منزلي يحتاجه كل تلميذ للسنة الثانية ابتدائي يتكلم عن او فيه نلجح ان شاء الله بحل بعض النمادش او بعض المشكلات التي يحتاجها تلميذ سنة الثانية ابتدائي عفوا في هذا الفصل الثاني ان شاء الله اذا هذا الفيديو خاص لصحاب سنة الثانية ابتدائي قلت هذا واجب منزلي قمت سنقوم بحله مع بعض بطريقة الخاصة ان شاء الله ستكون مبسطة لديكم ومفهوة على بركة الله سنبدأ باسم الله اذا سنقرأ اول مسألة تابعوا معي كان على متن القطار خمسة وعشرون مسافر كان على متن القطار خمسة وعشرون مسافرا واثناء وصوله للمحطة نزل منه خمسة عشر مسافرا كم بقي كم بقي من مسافر في داخل القطار كم بقي من مسافر داخل القطار اذا تعفوذ تابعوا معي لدي لوحة الان سأقوم ببعض طريقة مبسطة ان شاء الله تابعوا معي قلت يعني هناك قطار يعني زملاء الاعزاء تعرفون القطار هذا القطار يقوم بماذا عفوا اعيد قلت هذا عبارة عن قطار يعني قطار يكون طويل يعني هذا الرسم او الشكل يعني مبسط اذا كان على متن هذا القطار كم من مسافر خمسة وعشرون مسافرا اذا يركب هذا القطار خمسة وعشرون مسافرا يعني بدأ يمشي يعني اثناء وصوله يعني عندما وصل عندما وصل الى المحطة هذه تسمى المحطة عندما وصل إلى المحطة يعني نزل منه نزل من ذلك القطار كم؟ خمسة عشر كم نزل؟ خمسة عشر من مسافر إذن قلت هذا القطار كان يركبه خمسة وشن مسافر وأثناء وصوله إلى المحطة نزل منه نزل يعني نزل من القطار خمسة عشر مسافرا يقول السؤال معي أعود إلى سؤالي كم بقي من مسافر داخل القطار إذن الآن كان هناك خمسة وعشرون نزل خمسة عشر سنبحث كم بقي داخل هذا القطار بعد نزول خمسة عشر تلميدي أو متابعيني في هذه المشكلة يعني لا تحتاج إلى ذكاء يعني نحن في حياتنا اليومية نركب في الحافلة يكونوا فيها مسافرين ينزلون مسافرين ثم يبقى مسافرين وهكبا إذن دائما طريقة أخرى دائما عندما نطرح السؤال نقول فيه كم بقية عندما نطرح سؤال كم بقية هناك يعني حل واحد أكيد قلت زملائي عندما نطرح السؤال كم بقية من مسافر داخل القطار عندما نقول كم بقية يعني هذا اللي نقول كم بقية كم بقية يعني نطرح نقوم بعملية الناقص يعني نطرح عملية الناقص تفهم كم بقية من مسافر داخل القطار إذا أنت يعني أنا قمت بشرحها يعني عن طريق يعني معطيات يعني وتبسيط يعني هذه العملية بفهمها يعني كشيء جرى في حياتنا اليومية ركبنا في القطار نزلوا مسافرين كم بقية من المسافرين إذا نقطة أخرى أو ملاحظة أخرى عندما تلاحظون كلمة بقية كم بقية فإذا نقوم بعملية الطرح الناقص يعني ننقص ننقص عدد المسافرين الذين كانوا موجودين في القطار في الأول ونقوم بطرح منهم المسافرين الذين نزلوا في تلك المحطة إذن وبهذا نجد المسافرين الذين بقيوا في داخل القطار إذن كم لدينا من مسافر أو كان على متن القطار كان لدينا 25 مسافرا كانوا على متن القطار وكم نزل منه 15 مسافر نزل منه 15 مسافر إذن لنضع 15 مسافر الذين نزلوا في المحطة سنحسب الآن كم بقية في هذا القطار معي زملائي عملية الطرح بالنسبة لسنة الثانية خمسة ناقص خمسة نقطة أخرى يجب ترتيب وحدات تحت وحدات عشرات تحت عشرات قلت يجب ترتيب الوحدات مع الوحدات والعشرات تحت العشرات ويمكن مئات تحت مئات ترتيب المعطيات وترتيب الأعداد خمسة ناقص خمسة إذن معي خمسة نستعمل الآياد خمسة ننقص منها خمسة كم يبقى لنا؟ يبقى لنا سفر نكتب سفر تحت الوحدات الآن اثناني ناقص واحد اثناني ننقص منها واحد يبقى واحد أكيد يعني هذه عملية مبسطة جدا إذن نقطة أخرى دائما أقول ملاحظات معي دائما عندما نكون لنا مشكلة دائما نقوم بكتابة الحل نقوم بوضع خط في الوسط الحل العملية والجواب نقوم بالعملية عمودية عمودية أفقية والجواب الذي قمنا بحله في هذه المشكلة نكتب العملية هنا يعني أفقية نكتب خمسة وعشرون ناقص خمسة عشر كم تساوي وجدنا ماذا؟ وجدنا عشرة وجدنا عشرة ونكتب في الجواب هنا بقي داخل القطار لأن السؤال قال كم بقي من مسافرين داخل القطار نكتب بقي داخل القطار بقي عشرة عشرة مسافرين مفهوم؟ عشرة مسافرين وهكذا يكون تنظيم المشكلة مفهوم ذلك؟ نقوم بقراءة المشكلة الثانية معي نقوم بقراءة المسألة الثانية أو المشكلة الثانية معي لدى أمين أمين لديه 46 حبة حلوة أمين لديه 46 حبة حلوة إذن تصدق بي تصدق بي 12 حبة يمكن أن نقول تصدق بي 12 حبة أو أعطى لصديقه أو صديقه 12 حبة يعني كان لديه 46 وتصدق هذه الحلوة تصدق بي 12 حبة السؤال يقول عند أمين أو كم صارت عنده الآن من حبة حلوة معي نموذج دائما أكتب الحل العملية نقوم بها عمودية الجواب عملية أفقية ونكتب الجواب صارت عند أمين ونكتب كم هناك من حبة إذن أعود دائما لتحليل هذه المشكلة بطريقة خاصة قلنا لدى أمين 46 حلوة لديه 46 حلوة لا يمكن يعني رسم 46 حلوة يعني يمكن تصوير 46 حلوة في رأسنا مثلا أمين لديه 46 حلوة كان لديه 46 لكن لكن ماذا تصدق بـ 12 حلوة تصدق بـ 12 حلوة كم حبة صارت عنده الآن في أول مشكلة قلت أنه دائما عندما نجد بقية بقية تدل على عملية الطرح هنا سؤال آخر بطريقة أخرى يقول كم حبة صارت عنده لكن هنا تحتاج التلميذ أن يكون ذكي أن يفهم معنى هذه المشكلة إذن نقوم بالعملية كم حبة صارت عنده الآن عندما يقول كم حبة صارت التلميذ يحتاج إلى دكاء يفهم أن مثلا هذا أمين لديه 46 حبة حلوة تخيل أنك أنت في مكانه لديك 46 مثلا أنا لدي تلميذ لدي اشتريت أو لدي 46 حلوة فقمت بأعطاء يعني تصدقت أو أعطيت لصديقي 12 حبة يعني كم بقي لي كم صار عندي أكيد يعني أفهم أني مثلا أكيد تصدقت بـ 12 حبة فكم بقي لي أو كم صار عندي عملية دائما الناقص نقوم ب 46 ناقص 46 ننقص منها 12 نقوم بعمليات الطرح 6 ناقص 2 نقوم بعض 6 ننقص منها 2 يبقى لدينا 4 4 4 ناقص 1 4 ننقص منها 1 كم يبقى 3 إذن كم بقي لديه من حلوة 34 لنكتب العملية مع بعض أفقية 6 40 ناقص 12 كم وجدنا 34 الآن معي في هذه المشكلة الأخيرة يجب معي أفن اللي نركز مع بعض في قسمنا يعني قسمنا كل قسم لديه تلاميذ يعني أولاد وبنات أكيد في قسمنا 14 ولدان و 15 بنتان أكيد هناك أولاد وهناك بنات كم هناك في هذا القسم هناك 14 ولدا و 15 بنتا ما هو عدد تلاميذ كل القسم ما هو عدد تلاميذ كل القسم مثلا هذا القسم لديه 14 ولدا و 15 بنتا يعني مجموعة تلاميذ الموجودين في القسم عدد التلاميذ الموجودون في القسم هل ننقص مثلا ننقص الأولاد من البنات مثلا يعني أقوم بمثلا 14 أنقص منها 5 شرابينت أكيد لا هذا قسم فيه أولاد وفيه بنات إذن سنحسب مع بعض الأولاد والبنات ما عددهم في هذا القسم وأكيد بدون يعني بدون التباس هناك عملية الجمع سنجمع بين عدد الأولاد وعدد البنات لماذا؟ لنعرف ما هو عدد تلاميذ كل القسم نكتب كم هناك من ولد هناك 14 أولاد وكم هناك من بنت 15 بنتا وأنظم معطياتي وأقوم بكتابة وحدات تحت وحدات وعشرات تحت عشرات معي أحسب معي هذا عملية الجمع وليس الطرح لنركز 4 زائد 5 4 زائد 5 لنقوم بوضع 4 في رأسنا و5 في يدنا ونحسب 4 5 6 7 8 9 أكيد عملية سهلة بالنسبة لسنة الثانية ابتدائي 1 زائد 1 من لا يعرفها 2 إذن كتبنا العملية عمودية والآن نكتبها أفقية معي أكتب 14 زائد 15 كم وجدنا؟ وجدنا 29 العملية أفواً المشكلة لازالت لم تنتهي معي تغيب 9 تلاميذ يعني دائماً هناك غيابة نجد غيابة في القسم بسبب أمراض بسبب عدة أشياء أو عدة أسباب تغيب 9 تلاميذ ما هو عدد الحاضرين؟ يعني لقد هنا 29 هذه 29 تمثل ماذا؟ تمثل عدد تلاميذ كل القسم يعني لقد عرفنا أن القسم يتكون من 14 ولداً و15 بنتاً حسبناهم مع بعض وجدنا ماذا؟ 29 تمثل إذن غابة 9 تلاميذ يعني من هذه المجموعة التلاميذ قد غابة 9 تمثل إذن ما هو عدد الحاضرين؟ إذن لدينا ماذا؟ لدينا 29 تمثل في القسم كم غابة من تلمثل؟ كم غابة من تلمثل؟ غابة 9 تمثل غابة 9 تمثل مفهوم؟ عفواً؟ غابة 9 تمثل إذن نقوم بعملية الطرح لأننا قد غابة يعني قد نقص من هذا القسم نقص من هذا القسم لهذا نقوم بطرح عدد كل تلميذ من أو عدد الحاضرين 9 ناقص 9 أكيد أي عدد ننطرح منه نفسه فيساوي 0 2 ناقص لا شيء أو يمكن وضع 0 فهو 2 2 ننقص لا شيء فيبقى 2 إذن كم بقية أو كم هناك بعد غياب 9 تلميذ عدد الحاضرين كم نجد 20 تلميذ نكتب العملية دائما تلميذ دائما يكتب التلميذ العملية عمودية ثم أفقية نكتب 29 ننقص منها 9 تلميذ كم بقي لنا 20 تلميذ إذن عدد الحاضرين هو ماذا وجدنا 20 أو تحصلنا على 20 تلميذ منهم بنات وولد أكيد يعني الآن قد انتهينا من هذا النموذج أتمنى إن شاء الله أنكم قد استفدتم معي في هذا النموذج للتلميذ سنة ثانية ابتدائي يعني كل هذا يحتاج إلى دكاء ومعرفة أسرار وكيفية حل هذه المشكلات مرة عملية طرح مرة عملية الجم لكن حسب فهم المشكلة تلميذي أو تلميذتي اقرأ المشكلة جيدة يعني حاولي أن تفهميها بطريقتك يعني أو بحياتك اليومية لأنه مثلاً اشتريت حلوة أو بقوا تصدقت بيها كم بقي لكي مثلاً ركبت حافلة كم ركب الحافن ركب بعض المسافرين في حافلة ثم نقص أو نزل بعض المسافرين منها نقول كم بقي هذه أسرار يعني حل المشكلات يجب على التلميذ أن يقرأ جيداً المشكلة ويفهمها بطريقته أو يقوم مثلاً بورقة وصخ يقوم بكتابة يعني معطيات تلك المسألة وتلك المشكلة يحاول يعني يشكلها بطريقته الخاصة ليستطيع حلها بطريقة يعني إن شاء الله مبسطة وممتازة وصحيحة بإذن الله الآن نلتق إن شاء الله في فيديو آخر في رعاية الله وحفظه لا تنسوا دائماً أن تدعموني بلايكاتكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم الطيبة المحفزة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء